يوم الخميسة الثالث العشرين من كانون الثاني فتحت المدرسة الفرنسية لدراسة الكتاب المقدس وعلم الآثار التابع للآباء الدومينيكان فتحت أبوابها أمام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون تزامنا مع الذكرى المئوية للاعتراف بها بصورة رسمية تأسست هذه المدرسة قبل 130 عاما من قبل الأب لغرانج لكن منذ عام 1920 تم الاعتراف بها بصورة رسمية كمدرسة فرنسية لعلم الآثار هذا أمر مهم جدا بالنسبة لنا لأن ذلك يصلط الضوء على العلاقة بين البحث التوراة وجميع العلوم المفيدة في معرفة الكتاب المقدس تمكن رجال الدين والأساتذة والطلاب من مقابلة الرئيس الفرنسي والتحدث إليه لقد كانت ساعة مكثفة من تبادل الآراء كان الرئيس ماكرون خلالها يستمع باهتمام كبير جدا كما قال المدير جان جاك بيرينيه لقد شرحنا له طبيعة العمل في مدرسة الكتاب المقدس بما في ذلك الدراسات الخاصة بالكتاب المقدس وجميع العمال التي قام الطلاب بإنجازها في مجال اللغات القديمة ومجال التاريخ وعلم الآثار والمعرفة الميدانية والرئيس رجل مثقف ومثير للاهتمام لحد كبير وقد قلت له حسنا كنا نود أن تقوم بزيارة المكتبة لكنك في عجلة من أمرك لكنه قال لا دعنا نرى المكتبة وقد قمنا بزيارة المكتبة معا وبرنامج البحث الخاص بالكتاب المقدس وفي أجوان ودية عبر الرئيس الفرنسي عن إعجابه بمدرسة علم الآثار التي تقوم بأبحاث مهمة في دراسة الكتاب المقدس والآثار في الأراضي المقدسة لفترة تزيد عن مئة عام لقد أراد الرئيس حقا أن يترك رسالة مهمة إلى الحاضرين إن الثقافة وسيلة من أجل اللقاء في بلد مزقت الصراعات وفي مدينة تحتل أهمية كبيرة للديانات التوحيدية السلاس وتعتبر الثقافة وسيلة تتيح للناس مقابلة بعضهم البعض لفترة تقوم بمدرسة علم الثقافة وسيلة تقوم بمدرسة علم الثقافة وسيلة ترجمة نانسي قنقر